الدكتور مجدي عقوب في ختام مؤتمر مصر تستطيع سرح انتظروا مدينة علمية بأسواق قال الدكتور مجدي عقوب جراح القلب العالمي أمس الخميس أنه سعيد جدا لحضوره حفل ختام مؤتمر مصر تستطيع وصلت كوكبة كبيرة من العلماء البارزين من أبناء مصر بالخارج أكد كمان دكتور مجدي عقوب أن مصر مليئة بالكفاءات بشكل كبير لكن بيحتاجوا لتوفير مناخ جيد لهم علشان يقدروا يشتغل ووضح كمان أن في أفكار مبلورة وجديدة ضخها العلماء البارزين وعندهم الحقيقة رؤية للمستقبل أوضح أيضا مجدي عقوب أن تلك الأفكار بينتج عنها خطة جيدة تقدم لمصر وشدد على ضرورة ترجمة ذلك على أرض الواقع أشار الجراح العالمي أيضا إلى أن ضرورة التعاون بين الجميع وقدم رسالة تعاون علمي لخدمة شعب مصر وشدد على التعاون مع علماء الطاقة الشمسية والطبيعة والصحة وأشار إلى الاتفاق على عمل مدينة علمية امتداد لمركز مجدي عقوب للقلب في أسوان لخدمة الفقراء وعلاجهم وتدريب اللي عندهم كفاءات تم الاتصال بمهندس عالمي لتجهيز بناء جيد على النيل تحياتنا لدكتور مجدي عقوب الذي يعمل في مصلحة وطن ومصلحة بلده طول الوقت في صمت ونتمنى طبعا أن نرى هذا المشروع يخرج للنور سريعا جدا